خلينا نقول أنت خايف أو مرعوب من الزواج. ليه؟ خايف من الجواز ليه؟ خايف تتجاوز ليه؟ طيب تعالوا نعدد الأسباب كده على خوفك من الجواز. حاول أنت الأول تفهم إيه الأسباب بالضبط وتحدد. واسمع معي. أول حاجة مثلا يقول لك خايف من المسؤولية. قاليني عشان هشرح في كل حتة هقول لها هشرح. أنت خايف من المسؤولية. خايف من مسؤولية الزواج ذات نفسه. أن أنت تمسك مسؤولية بيت وبقى لك القوامة. أن أنت لك القوامة على الأمر. وانت قائد البيت وانت ربان الأسرة. خايف أن يبقى عليك طلبات ورايح وجاي ويبقى جاي فيه أولاد. وهتبقى حامل وراحها الدكتور. لازم تروح معاها ولازم تأذرها في وقت نفسيتها تعبانة. خايف من الكلام ده؟ ولا خايف من مسؤولية. المسؤولية مادية مثلا. والمقبلين فمنطلب مثلا من الأباء والأمهات. خففوا يا جماعة من فضلكم. خففوا على الشباب. وخففوا في الطلبات. ولو جالك من تردون دين وراجل كويس واحترم ويعرف يصرف على بنتك. ومود أموره وفاهم ويعرف يدير أمور الدنيا. ومش هيجوع بنتك وكذا. خفف معا. ليه لأنه راجل مش هيخلي بيته أصلا بعد كده محتاجة. فاسأل نفسك أنا خايف من مسؤولية؟ خايف من مسؤولية دي حدي. طب إيه حل لها؟ لا ما تخافش أن أنت راجل. وانت على خلقه ودرب نفسك. امسك مسؤولية بيتك. وقل لي لأمك هاتي مصروف الشهر مثلا. أو أنا هادير البيت في الشهر ده. وشوف الدنيا بتتضر زي ما شعيد. أنا عن نفسي شايفة أن ده مش عيد. يعني بعد ما أقول كده لولدتك ويتعودك. وتشوف الدنيا بتعرف تمشي إزاي. وتعرف إيه وتجيب إيه. والبيت محتاج إيه. أصلا ماما بتتصل بالتعمرجي. أصلا بالسباك أو الفني أو الكلام ده. أصلا مش عارفة مين. لأ لأ أنت راجل. وعليك مسؤولية. البيت في حد من الحريم أختك والدتك كذا. والتدريب يبقى من هنا. طيب أنا لأ لوحدي. وعايش لوحدي. ونكلم نفسه والشباب في الغربة. وعايش لوحدي. طيب ما أنت شايل مسؤولية نفسك. يبقى دي خوف إيه. وهمي وليس حقيقي. اسمعوا كلامي كويس يا شباب. وخصوص المقبلين والعايز يخطب. واللي في مرحلة خطوبة أولانية. الكلام بتاع الحلق النهاردة ممي جدا ليك. عندك خوف وهم. لأن أنت فعلا تشايل مسؤولية نفسك. هيجي إيه بقى تشايل مسؤوليتها. آه يبقى لازم أعرف خصائصه. هنقولي النقطة دي برضو. جاي. طيب يقولك لأ أنا مش خاف مسؤولية. أنا خاف على حريتي. ده حتقنقني. ده حتبقى في الراحة والجاية. وخدني ونزلني وانت مع أصحابك. آه وأنا عايز أقول. الجزئية دي فيه جزء منها على البنات. تفهم. مش معنى بكلم الشباب البنات. أنتوا صحابي وحبيبي قاعدين. في كل الحلقات لازم تقعدوا تسمعوا بنات. عشان تبقي فاهمة برضو. وإحنا بنتكلم في إيه. الجزئية اللي أنا عايز أكي تفهمها في النقطة دي. إن أعلى قيمة عند الراجل. أعلى قيمة عنده. هي إيه؟ الحرية. حرية ما تضربنيش في حريتي. لأ ما تنزلش. لأ ما تعمق تخنوئي. تخنوئي. طب ما أنا يعني هو تجوزنا عشان يسيبني وروح أصحابه. لأ ما بوليكيش كده. أقولك يوم مرة. لو الأسبوع جايليكي. نص اليوم لأصحابه. مرة كل شهر مثلا لأصحابه. ثلاث مرات في الشهر دي في الأسابيع دي كده أربع أسابيع. مرة لأصحابه. ثلاث مرات بتوعك. لكن ما تخنوئهش. وإنت كمان يبقى فيهم ساحة. ماهوش. إحنا بقى عارفين إحنا اللي روحين في إزازة. لأن القصر بالإزازة هنطلع بالإزازة. هو كده. فاكرين لما قلنا الأشكال الخاطئة للزواج. وقلنا الاتنين اللي مسكين في بعض أعلى حاجة. لا 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 مش عايزين كده. لو أنت خايف على حريتك. يبقى هي لازم تفهم أن أعلى قيمة عندك الحرية. وانت تفهم أن ده مش قدل الحرية. بالعكس بيبقى فيه مساحة بتفاهمها. الكلام ده ونوع من الحوار. عشان خاطر إيه؟ علشان خاطر تبقوا فاهمين تتعاملوا مع بعض إزاي. يقولي لا لا لا. أنا لا خايف من مسؤولية ولا خايف من حرية. أنا خايف من نفسي أصلا. أنا أصلا مش مؤاهل للجواز بياتي. أنا عندي سلوكيات خاطئة مثلا. أو عندي صفات في شخصية السعب. عصبي جدا أنا على فكرة. ما تفهمش وصوتي عالي بقى. وبعدين لما بتعصب باشتم. وبأي حاجة قدامي بحذف. غلط. غلط. وأزلني يعني إيه؟ إحنا تكلمنا اليومين التلاتة اللي فاتهم في موضوع الحوار بأي حاجة. يوم جاي حادف ما عرفش إيه. وجاي بإيه. أبشورة جنبه. ولا ما عرفش إيه جنبه. يلا غلط. ما عندناش حوار بالإيد تماما. الحوار باللسان. ما هو لو كان بالإيد كان طلعوا لنا لسان هنا ولسان هنا. ويلا بقى نتكلم بالغلط. عندك اللسان هو عشان تتحاور به. وعندك عقل علشان تاخد بيه قرار بس مش في مرحلة الغضب. لكن أنا بتعصب فمعليش هو طبيعتي كده تستحمل. فيش يا حبيبي حد دلوقتي يستحمل حد بالشكل ده. لازم تبقى فاهم كده يا ابني. يقولك لا ما أنا يا سيدي طبيعة تغيرها. مش ده سلوك خاطئ. غيره. ما فيش بنت هتستحمل واحد أما بتعصب بيشتهم ويدرق. لا. وإحنا قلنا النبي على سلامنا على موضوع الضراب ده خالص. لا. البنات بتخاف من كده. أه بتخاف. ومش بس كده ده. انت كمان تخوف اللي حواليك منك. وما فيش بنت يعني حترضى أو توافق إن فيه واحد يعمل فيها كده. لا. فلازم تزبط الجزئية دي ضروري. وأنا بقولك كده أنا يعني اعتبرني والدتك. وخذ الأمر ده يا ابني نصيحة. ما فيش حد وخصوصا بقى في الزمان. ومش حد في الزمان ده والبنات والحريم اللي في الزمان ده يعني طلي بالك. تعر. عشان أقول. يقولك لا. أنا مش خايف من كده. أنا خايف ومرعوب من الزواج من الأنسة ذات نفسية. الحريم عامل لي آلاء كده. صنف النساء عمتا. طب. انت شايف مشكلات مثلا مع صنف النساء. شايفين في مشكلات أنت مش هتقدر تتعامل معها أو تتعالجها مثلا لو حصل مواقف ده أعالجه إزاي. أو أنت تتكيف معها كإنسان أو كراجل. آه. واحد مثلا يقول لي إيه. أبصي أنا بكره دلعي البنات. أمالي يبقوا بنات إزاي يعني. يقولك لا متدلعين قوي وأمصين. وبتأمي. ما لازم تفهم. بتعرف تتعامل مع الأمس. وجاء زي العادة. كلها جاية أمس بعد كده. وقولك لا لا أنا بحسهم هيفي. طيب ما هم ده خايفين مش عيفين. هي أنت شايف ده. الحياة اللي أنت شايفة عندك ده هي عندها قمة اهتمامها. يبقى لازم تعرف تتعامل. أو واحد بيرتبك مثلا. بيرتبك لما بتعامل معاه. وبتلاج لجل. وبعرفش أطلع الكلمة. تعلم. تدرب عادي. مفيش مشاك. مش عيب. أو أنا لما واحدة مثلا تتعمل علي أو كده. أو تقوله وتتقامل شارع إيه. أطلع بره إطار الهدوء. وبعدين بقى أنا ممكن كمان أرتبك لو واحدة قدامي عياطة. ما عرفش أعمل إيه. لو أنت من نوع ده اتعلم. بسيطة فيه قاموس كده لنا. نعرف نتعلم. فيه آه فيه فيه. وبالتدريب مرة في مرة. واسأل غيرك وشوف الناس وشوف كذا. واحضر فيديوية اسمع الحلقات بتاعة الأسرة وبتاعة الشباب والمقبلين. واعمل إيه ومفتاح المرأة إيه وإيه اللي يسكتها وإيه اللي يطيب خطيرها وإيه. حل كلمة مالك دي مفيش. حل كلمة مفيش إيه. مفيش برضو. مش هتقول لك. يعني أنت عيشت. مش هتقول لك فيه إيه. هيك مفيش وخلاص ومقموسة منك. مش هتا مش فاهم حاجة. ولا تعرف حاجة. ومسكية. قالوا إيه أنت قولي. تا ما بيقولي. مفيش. مقموسة. إيه الحل. سيبها لحد ما تفكوا من نفسها وبعدين قولها. أسيبها فترة طويلة. لا. لأن فيه ساعات الصلح بعد سيبان الفترة. ملوش أي تلاتين لازمة. ما هي كل كيعة كده. لازم تاخدها لكشة على بعض ديها كده. وتتعرف تتعامل معها إزاي. اسمح حلقاتنا. اسمح حلقاتنا. هتفكلك الشفرة دي. مش عارف مفاتيح الكلام مع الزوجة المسابة. لإيه؟ اتعلم إيه مفاتيح الكلام. السماع. كلمة الطيبة. الرقة. التعامل اللطيف. الحنون. مش عارف تتعلم. تتعامل. خلاص. يبقى يسأل. واستشير. وتعلم وفهم. تأكل على الله إن شاء الله ربنا. ليه؟ مش يدخلوا عليهم الباب. أهم حاجة أنت بس تبقى إيه ناوي. لكن واقف محلك سر. لا. ما هتفضل خايف ومرعوب. يقولي لا دكتورة. بص يسيبك من ده. أنا مش خايف من الكلام. أنا خايف على طموحي. سدقين دول بيحطموا الطموع. أنا عندي واحد عندي أمال. وعندي أهداف عايزة حققها. وعندي حاجات عايزة أعملها في حياتي. وعندي وعندي وعندي. فأنا خايف على طموحي. مش هيتحقق. ليه؟ ليه؟ هيجي طموحك أكتر. وأهدافك أكتر. وغياتك ومبادئك أكتر. من النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تزوج السيدة. خجز اختار صح. هو ده الأساس. ده بص. ده اللي تفتح عليكم الباب الأساس. اختار صح. ودايما في كل حلقاتي أو معادلات. لا اختار صح. عشان خطر يا ابني اختار صح. الطيبة النقية. الصالحة. اللي ما توقفكش محلك سر. لا ده أنت بتطلع معاها وبتعلم معاها. فاختار صح. لا هتقفل طموحك. ولا هتوقفك محلك سر. بل بالعكس. ده تبقى معك وشيلك. ومش عارفة راح يتفيد معك. وفي المسطر وفي الدكتورة وشيك. وكذا واعمل طيب كذا. وتعمل لك الجو. مين اللي قال انها تعملت ومهمة. بس اختار صح. مش الشكاية ولا البكاية ولا الأننة ولا الزننة ولا القصص دي خالص. مش نقصيه. طيب. يقول لك لا. أنا عندي مشكلات أصلا في حياتي. والمشكلات دي أثرت على علاقتي بأي صنف حريم بعد كده. زي إيه مثلا أنا والله في بيت وفي أسرة مفككة. خايف من الفشل أصلا في زوجنا. إني شايف كل حالات الفشك. وده اللي بنسمعه بقى الأيام دي. يقول لك ما في حد إلا وفشل في جوز. ما في حد إلا وكس. كلهم فشلين. وما في حد مش عايزة تجوز. غلط. أو أنا مرعوب من فكري. لأن حافشة. مين اللي قال كده؟ انت خلاف غيرك خلاف غيرك خلاف غيرك. كل واحد له معطيات. ولنا لما حط مبادئ وقصص عليها. وادخل بيته. الله يا بنت الحال. أنا أحب كذا وكذا وكذا. واستخيري على اللي أنا. طالما لا يناقض شرعه. طالما موافق كتاب وصنة وعرف يعني. وفي صفات شخصية أنا بزود عليها. فأنا حابب كذا وكذا. إيه رأيك؟ توكل على الله. انت ما وفقت وقت ما فقتش خلاص. مع السلام. هنقهر بعض ليه؟ يقول لك لا أنا مش بعرف. هتعامل بلطف مع الزوجة المفترضة اللي جاي. ما بعرفش هتعامل بلطف. ليه ما شفتش. ما فيش أصلا أب كان متواجد في حياتي. العنصر الزكوري في الأسرة عدي. ما كانش موجود. خلاص فأنا فقط ده فمش أعرف. غلط. أنا فقط مش عارف أتعامل بحنان مع المرأة. وخلاص أنا كده. معين أنا عن نفسي. ساعات كتيرة وفي حالات كتيرة جدا وشفتها. إن ده مش شرط على فكرة. لأن ساعات فقد الشيء بيعطيه وبيعطيه بكثرة يعني. وساعات كتيرة الأم بتعوض النقطة دي. وبتربي أولاد أحنم الحنية ذات نفسيها أصلا. واحد يقول لك بص يا دكتورة. يعني موضوع الزواج بالنسبة لي. أنا مش عايز واحدة ندية كده ونبرة الندية اللي طالعة الأيام دي. والمنتشرة وتخزية الخطاب النسوي والسترونج. مش عايز أنا واحدة كده راجل قدامي بشنبات. أيا بس أنت عايز واحدة تتناقش معاك. ما تبقاش هنا تحطها هنا تحطي يقولك أنا ولا إيه. آه أنت عايز سامع وتعوى واحدة أونسة. أكوى الله أنا أعرف واحد. بس خلونا أشرح لكم الحتة دي. أنا أعرف واحد يعني راجل خبرة خبرة داير أكتر من مؤسسة بملايين. وعايز أتزوق. بقول لي بصي السر في كلمة واحدة. أنا عايز زوجة أجي من البيت من بره البيت. ألاقي واحدة ست واحدة تطعني في كلمة تسمع وتعيينا كده معايا. هذه صفات المؤمنة. فأقولك أنا مش عايز نبرة الندية اللي موجودة دي. عندك حق. آه ده حقك. فأنا خايف من كده. فخايف من كده تمنع الأمر. لا دور على الكده فيه فيه. عشان كده أنا بخاطب دايما للنساء دايما دايما. ند دية البيت تهد. أنت ند هو قائد الدنيا تتهد. هو فطرته له القوام. تخلى عن القوام وعندك أكتر من رأي من الفقهاء. تخلى عن القوام في مسئولية في إنفاق في رجولة. يبقى هو تخلى عن جزء من رجلته من قوام. هو اللي عامل كده. هو اللي كسان وغلطان وغلطان وغلطان. لكن أنت تتخلي عن أنستك ده مصح. ده مصح وتتخلي عن جزء جميل وأبشن جميل. الله عز وجل حطه فيك من حنان ورقة ولطف وطاق. هو مقصر. ما تقصريش أنت. ما فيش حل وكذا. بالتزوء والأدب والاحترام. لا بالضرب ولا بالزعيء ولا بالشخيط ولا مش عارفة بالمحاكم ولا اللئسام ولا المقابر هنا. ده حيدفنه دوء. لا لا لا. يقول لي أنا أخير بقى أنا 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 أجبت لكم كل المخاوف اللي يتكلم معي فيها الشباب. يقول لي لأ أنا مرعوب من الزواج أو خايف من فكرة الزواج لأن الزوج أصلا مش هتطعي. طيب وأنا بقى أنا عايز وحدة تمام أنا معك والله معاك أن أنت طيب تأخذ وحدة المفروض النطي. ترجمة نانسي قنقر